أطلقت وزارة الصحة قافلة طبية بمركز القوصية بمحافظة أسيوت لمدة يومين لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين مجاناً في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت القافلة عدة تخصصات كما ضمت معامل تحليل وأشعة إضافة إلى تحرير استمارات علاج على نفقة الدولة وتحويل حالات مرضية منها لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات المركزية القافلة بتصرف من 800 لألف تسكرة في اليوم حوالي ألفين تسكرة في القافلة تماماً لليومين القافلة الأدوية متوفرة بكميات كبيرة وأصناف كتيرة بتكافي تقطع التخصصات كلها الموجودة معنا في القافلة الأدوية كلها مجانية تماماً المريض حتأخذنا كلها التبية لتتقدم مجانية تماماً ما فيهاش أي تكاليف على المريض